وجهة نظر حضراتكم فيما حدث اليوم من بيانات النادي الأهل الحقيقة هو يمكن أن الجمهور كان مستعجل قوي عاوز مجلس الإدارة ياخد موقف مما حدث في مباراة الهلال والحقيقة أنه مجلس الإدارة كما عودنا احنا متعودين على النظام ده أنه بيدرس الأمور بشكل هادي بعيدا عن الإنفعالات لأن فيه فرق بين أنك تكون متحمس يعني عاشق ومتحمس وبين أن أنت تبقى مسؤول فطلعت النهاردة البيانات أو القرارات موجهة إلى جهات عديدة رقم واحد الاتحاد الأفريقي الكاف لشرح الملابسات وشرح أن مثل هذه التصرفات لها ثوابق قبل كده حصلت برضي مع النادي الأهلي من الهلال ومرة أيضا بيان آخر أو خطاب آخر مرسل إلى وزير الخارجية سيد سامح شكري وأيضا إلى المجلس الأعلى للإعلام خلاص يبقى أنت كده كإدارة كنادي عملت الإجراءات المطلوبة تماما القانونية كمان نعم القانونية واللي هي بشكل منظم ما فيهوش خروج عن أي قواعد أو أي أسس إحنا متعارفين عليها صحيح وأعتقد أنه ما فيش أكتر من كده حاجة ممكن تتعمل أنت بتضع كل جهة أمام مسؤولياتها يعني بتضع كل جهة من الجهات التلاتة أمام مسؤولياتها إنما أنا الحقيقة اللي عجبني أكتر كمان في نفس الإطار ده مقال لزميل اسمه الأستاذ ياسر قاسم في صحيفة أستاذ ياسر قاسم المسع طبعا لا في صحيفة البيان هو سوداني أستاذ ياسر قاسم غير زميلنا وصادقنا يعني هو كتب مقال باعتباره هو سوداني الحقيقة وضع إيده على أمور كثيرة في أزمة التصرفات اللي حصلت من إدارة نادي الهلال السوداني وجماهير الهلال الإدارة هناك هي التي شحنت الجماهير رغم أولا في مخالفة واضحة بحضور الجماهير حتى لو كان عددهم خمسمائة ألف إنما فيه قرار بإن المباراة قام بدون جمهور وبيلقي بالمسئولية ودي نقطة مهمة جدا على إدارة الهلال السوداني ورئيسه اللي هم سخنوا العملية جدا وحسسوا الجماهير السودانية إن الآلي هو اللي طلب إقامة المباراة بدون جمهور لم يكن هذا هو طلب الآلي لم يتدخل من قريب ألف البعيد والقرار متخذ من فترة لكن عارف أنت عملية الشحن بقى هي اللي وصلت الأمور إلى إن بعض الجماهير تبتدي بعض الجماهير بين قصين المتعصبة لأنه ده بعيدا تماما عن العلاقات الأخوية طبعا العلاقات الأخوية بين الشعبين السوداني والمصري دي لا يمسها ولا يؤثر عليها تصرفات قلة صحية لا يمكن وأيضا الجماهير الأهلي والهلال طول عمرهم بالعكس أنا عايز أقولك أن الأخ ياسر ذكر الناس في وقاله في صحيفة البيان بعلاقات تاريخية بين الآلي والهلال وستظل آه يعني حاجات قديمة جدا من أيام الكابتن صالح سليم وكيف كانت العلاقات لكن الغلط غلط والغلط الواضح يا أستاذ محمود غلط واضح وكان أو يعني بعد صدور هذه الخطابات للكاف وللسيد سمع شكري وزير الخارجية ومجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعتقد كده نادي الأهلي دائما ما يتبع هذا الأسلوب المحترم في اتخاذ حقه أو أخذ حقه طبعا وده مش جديد على الأهلة يا كابتل الإسلام هو نادي الأهلي برضو المشكلة الناس عاوزة توصل إحساس طبعا مع الحماس والمفعال والغضب والمشاهد اللي تم نشرها عبر فيديوهات قصيرة جدا أصارت حفوزة الجميع لأنه لا يجد لا تجد جمهيل الأهل مبرر لحالة العداء حالة الشحن المبالغ فيها ويمكن قال زي ما قال الأستاذ جمال في المقالة النشر الأستاذ ياسر آسم الزميل السوداني في صحيفة البيان ربما عرج إلى نقطة أساسية وفي غاية الأهمية كاشفا لب الموضوع هو تضليل جمهيل الهلال السوداني بالإحابة أن الأهلي يملك قدرة القرار في الاتحاد الأفريقي كان عمل كان يستطيع النادي الأهلي أن يحمي نفسه لا أن يحمي نفسه في كثيرا من المواقب في الأحدث كان يستطيع الأهلي كان يستطيع الأهلي لا كان يستطيع الأهلي في يناير 2020 أن يكون صاحب قرار بعد مشهد المرعب اللي مرت به البعثة في حضور رئيس النادي في أستاذ أم درمان ولما يتكلم معه أبلها لو حضرتك تتذكر كان فيه إيه كان فيه قاعدة كابتن محمود معه جيل بتاعه من الهلال كانوا موجودين معاه وعملنا تكريم أو تعامل تكريم أنا أقول لحضرتك المسألة القضية من وجهة نظري كمتابع ومشهد مرعب أنا شفته حتى قبل المباراة هناك ترويد لحالة من الشحن لأصابع تشارك من هنا أيوة من هنا أيوة وهذه الكارثة للأسف يصمت الجميع ولا ينسى ما حدث في 2018 عندما زور أحدهم متمسينا بلفاق الشيطان في حد نفسه خطابا مضليلا لشحن جمهير التراجل التنسي وهو الآن كل يوم يظل علينا في الشاشة الدعي المثالية ولم يحاكم ولديه من الجرائم وحاول أن يشحن أيضا جمهير في أكثر من الموقف في مباراة الهلال أنا أتحدثها بردو فيها الشحن وفي مباراة الرجاء في المغرب نفس الشيء نفس الموضوع عاوز أقول لحضرتك على حاجة لا تلوم الأخوة المتعصبين في السودان لما يحدث الآن أنا عاوز أسأل سؤال للسادة الذين استضافوا نا مساعد رئيس مجلس إدارة الهلال السوداني تم استضافته على مدار كل القنوات ويوجه حملات وتشويه للأهلي دون أن أرد واحد بكالبة إيه الحنية دي يا جماعة إيه الإيه دا يعني عاوزو في المشهد إيه الحنية أنتوا بتعملوها دي هل في حد مثلا هل هذه هي أنا معرفش حضرتك اللي تعرف يعني قوله إيه ماليش يا سيد محمود بعد إذنك بس عارف هل من المنطق إنه هو يطلع يقول لك والأهلي هو اللي هدى القرار الكاف وإنت تسمع له وتاني قول ليه ما أنتوا قبل كده أسو الجمهور نزل إيه أنا سيد ما عارفش إيه 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 السخافة دي هل هو المقصول ضرب الأهلي لن تستطيعوا ضرب الأهلي لن تستطيعوا مهما هتعملوا ومش هتقدروا لأنه هناك يا جماعة مش أخديم بالكم قوة ناعمة يحميها الله أولا سبحانه وتعالى ثم جمهوره لكن المقصف أنا ما قدرش أنوم اللي أخف السودان على الحالة وأنا عندي هنا بصديف ناس بديها الفرصة وبنشر له وبعمل لها مادة يومية النهاردة لما قناة نادي منافس تظل على مدار ساعتين تنشر بصورة مريبة تكلمني ماذا يحجي يعني أنا لو حصل لايب من نادي مصري هذا التصرف يا خناها يكون محفرح يا أستاذ محمود أنا قلت الكلام ده في المقدمة أنا قلت طيب ما هو فيه هناك مشاكل كثيرة جدا في ما يخص الطائرة مع المشرف اللي حم عندهم أنا أول مرة أتكلم في هذا الموضوع النهاردة أو قلت وعلى فكرة عندي تفاصيل أنا أنا شخصيا عندي تفاصيل تفاصيل في مواضيع كثيرة جدا تخص هذه الأمور أنا مالي مكلمش عنها مش شاكل يعني لا وجمهور الأهلي مال ومالك يعني أنا دلوقتي طالع أخاطب جمهور الأهلي أروح أقول له النادي اللي مش عارف إيه بيعمل إيه واللي عنده خناقة إيه ولا من عمل عقد إيه وقال كم بيضحك عليكم بيقول إيه لا طبع من المنطق نحنا يصل بنا الحال الآخر أو الأطراف ما تدخل بنا طرف نحنا يصل بنا لأنه نشمت في بعض ونتمنى أنه نحنا يكون فرقنا ولعبتنا يتعرضوا للأزم هل من المنطق لو كان مثلا أحد اتجاه أو الناس خالي اتجاه أنه مثلا بعثة الزمالك الإسماعية أو المصر أو أي فرق تاني يتعرض لأي مشكلة أنا هشجع جمهور الأهلي وأشجع غيره أنه يشمت ويفرح أنه المسألة الهدد مصيبة يا جماعة بأمانة شديدة مشهد إعلامي مرتبك مشهد حزين ليه يا جماعة على فكرة الأخوة في السيدان بتحقوا علينا بتحقوا على المشهد اللي انتوا شايفينه مش يعني تعتقدوهش أنك إنت لو تساند الهلال وموقفه وتبرز لعروينه أنك إنت انتصرت لن تنتصر على الأهل إذا أردت أنت انت انتصر على الأهل انتصر عليه في المساطين الأخضر لن تستطيع أن تهزم وتغير سيبقى الأهلي دائما ولا لك هو بإذن الله رقم واحد رقم واحد بإلتزامه بأخلاقه العالية بالترفوع عن الصغير هو ده البطل البطل وأنا عوز أقول لك هو وضوء إدارة الأهل ورئيس نادي الأهلي ما خدش قرغ لما سمع من البعثة سمع من البعثة أو سمع من رئيس البعثة اللي كان موجود وسمع من المشهد تقارير أنا عوز أقول فكرة يا جماعة في حاجات لم تقال طبعا احتفظ بيها النادي الأهلي لنفسه تصرفات حدثت لم تقال ولن تقال ستقال في الغرف المغلقة أيوة لكن هل إحنا من المطالب إن إحنا نشحي ونعمل حالة عداء إحنا بنقول لرئيس الهلال السوداني شكرا عن أنت عملته ونوبة وحك متشكلين جدا وعلى الإعلام وبتاع كل قانون متشكلين جدا ناسين وإحنا مش هنرد عليكم دلوقتي الرد هيكون في الملعب ومباراة اللي جاية ونقول لك مرحبا ونرد من خلال الملعب ونقبلك بالورود وعلى عنا وعلى رصلة لأن العلاقة اللي بيحاول يفسدها البعض ويخطط لها البعض ويستغل حالة الارتباك في المشهد العام مشهد الرياضي تحديدا هدفا واضحا عاوز أقول حاجة والله الشيطان يقف خاجلا مما يحدث لضرب هذه الأواصر بهدف عشان مباراة كرة قدم اشتركوا في القناة